السلام عليكم ان شاء الله اليوم هنرسم مع بعض السحاب بشكل رائع لأول مرة تشوف السحاب بترسم بهذه الطريقة ان شاء الله هقدم لكم رسم السحاب بشكل احترافي بإذن الله تعالى وهنتكلم عن المركب الشراعي البعيد ازاي نرسم هزاي المركب الشراعية بشكل سهل وبسيط يعني وايضا هنتعلم مع بعض اليوم ازاي نرسم وجه البحر بشكل احترافي وطريقة سهلة وبسيطة جدا وكذلك الحجارة والصخور الموجودة على الشاطئ والرمال وتدخل المياه البحر مع الرمال هنتكلم في كل شيء بالتفصيل طبعا ده التخطيط زي ما حراركم شايفين بنخطط لوحة الكمفس بتاعتنا مقاس 40 في 60 سنتيمتر لوحة كماشية بنتكلم كمان ايضا عن طريقة دمج الالوان الاكريليك لان الالوان اللي معانا الوان اكريليك مصنعة في المنزل كل اللي انا عايز ومن درس اليوم ان حضرتك تخرج بمعلومة تقدر من خلال هذه المعلومة ترسم منظر طبيعي بسيط جدا ولو حضرتك مبتدئ تكون الامور يعني سهلة عليك ونبدأ على بركة الله ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه الرحمة لعالمين وكالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك اسفل فيديو دعم اللي انا كاين نستمر واشتراك في القناة لو حالتك اول مرة اصدارنا في القناة وساعدنا اشتراك حضرتنا في القناة وتفعيل لك ازار الجرس حتى هيصلك كل جديد طبعا شباب ده التخطيط زي ما بقول لحضراتكم هنتعلم بقى ازاي نرسم السماء بالشكل سهل وبسيط جدا ويكون في تدرج للون السماء بنبدأ باللون الابيض الموف والازرق دول تلات الوان اساسيين معايا هنا في رسم السماء بناخد حبة ازرق وحبة موف نخلطهم مع بعض ونبدأ نزود الابيض عليهم تدريجيا هكذا اخدت حبة موف عليها اللي هو البنفسجي بفق بالابيض لاحظ بافضل كده ازود ابيض سنة بسنة حبة موف سنة بسنة ازرق سنة بسنة لحد بوصل لدرجة لون السماوي الرائع الجميل اللي حقيقة تشوفو ده هو ده هي درجة لون السماء اللي احنا نشغل بها النهاردة باذن الله تعالى في هذا المنظر الطبيعي البحري بشكل بسيط جدا بناخد حوالي خمسة سنة بهذا الشكل لون سادة من هذا اللون وبعد كده ابدأ ازود الابيض هكذا شوف ركز شغالين بالراحة خالص واحدة واحدة كأن حضرتك قاعد معايا وكأن حضرتك موجودة معايا وقالا برسم يعني مفيش حاجة مستخبية ومفيش حاجة مدارية وكل حاجة واضحة امام حضراتكم واحدة واحدة اوه شوف زودت حبة ابيض قليلة جدا يعني درجة ابيض درجة الفتحة عن اللون اللي بدأت بيه درجة بالزبط يعني مش اكتر اهو بعد كده ابدأ ازود ابيض تاني شوف ازاي بقلب اهو اخد الفتح ده وانزل بالسماء لاسفل اهو يلا كده بسيف الفرشة كده وببدأ اسحب بتلاحظ حضرتك هنا كده فيه خط فاصل اهو هذا الخط الفاصل بين الدرجة دي والدرجة دي بشغل عليه لحد ما يختفي واللي بيساعدك في ده شايف انا بشاولك فين بشاولك على الخط الفاصل ده ما تسيبوش كده خليك معايا لحد ما يختفي وانت طلق لفوق وانعيد نفسي القصة تاني بحيث ان انا كل ما اقرب من خط الافق مساحة لون السماء بيبدأ يفتح فبزود الابيض ما روحش على اللوح لا اروح على اللون السماء اللي انا اخر درجة وصلت لها وافتحها تاني وبسيف الفرشة كده وابدأ ااخد خط اسفل الدرجة اللي انا وصلت لها واملق هذه المساحة لحد خط الافق كده بالمساحة الفاتحة دي اهو شوف اتعلم بس ازاي تمسك الفرشة بشكل احترافي اتعلم ازاي تملأ بالفرشة بكل بساطة شوف ازاي بامشي على التحديد اللي انا مخططه بالفرشة اه في التحديد او التخطيط المبدئي ازاي باملق اه كل مساحة وكل عنصر لوحده اهو وببدأ كده احط الفرشة في المياه خلي بالك اروح اعمل دمج للون كله وانا طالع لفوق بس ما يكونش فيه فرق احاول ان انا اتخلص من الفرق بين الدرجة والتانية يعني لاحظ كده شوف اهو اشاول لك اهو شوف الفرق ده وده ده فيه فرق هنا وفيه خط فاصله عايز اخلي الخط ده يذوب يذوب يعني يتلاشى بروح بالفرشة كده واطلع لفوق رايح جاي تدريجيا وكل ما اطلع لفوق اخلي ايدي خفيفة جدا يذوبك شعر الفرشة يلمس اللوحة لحين ما تجد ان التدرج فيه التدرج اللوني وتدرج الضوء في السماء من اعلى الاسفل بدأ يكون شكل واقع وطبيعي تعالوا بقى الان هعلمك واعلم حضرتك ايضا اياته الفنانة المبتدئة المتابعة على القناة كل المبتدئين والمتابعين على القناة هتعلم مع بعض ازاي نرسم الساحة بشكل بسيط جدا شوف بنقتب اللون الابيض مع اللون اللي في الفرشة طبعا اللون لسه لم يجف بعد اللي هو اللون السماء اللي انا عملته شايفوا الدربات دي دربات بسيطة جدا هي نفس الفرشة مغيرتش الفرشة باخد ابيض هو خفيف وليل قليل من الابيض واروح بأسس للسحاب السحاب هنا اليوم هتجد ان شكل السحاب طبيعي وقعي جدا وقعي جدا باذن الله تعالى لزاي كري بقول لك ممكن ان شفت طريقة رسم السحاب بالشكل ده في الفيديوهات السابقة ده لأول مرة اهو ركز كده عينك على السحابة اللي تمت الى الان وهي لم تنتهي بقى تشعر كمان طبيعية جدا بناخد كمان سحابة هنا في المكان ده جزء من السحابة على اليمين كده واسفل يعني بوزع طبعا مساحة السماء اللي موجودة في اللوحة مساحة كبيرة جدا زي ما حددك شايف ان المنظر مفتوح فانت بتبدأ توزع سحاب في اماكن مختلفة في السماء وبنبدأ بقى الجديد الجديدة يا شباب ويا فتيات ويا سيدات ويا رجال الجديد اليوم ان انا ابدأ اشبك السحاب ده كله ببعضه بطريقة سهلة جدا واملأ السماء بالسحب وتشعر كأنها فعلا حاجة وقعية جدا وطبيعية جدا كتصوير كتصوير الكاميرا بالضبط بإذن الله هقرب لكم الكاميرا كده وهقرب الشاشة هنعمل تجميل لكن هنا شوف انا عشان الشغل بقى ابيض بقى جميل والفرشة ممكنش فاعلون بابدأ افضل الفرشة كده عشان لما اروح ااخد ابيض اهو ده ابيض صريحة اهو هابدأ امور به السحاب بتاعي قربتلك الكاميرا شوف بقى الحركة دي هي دي الحركة الجديدة اللي احنا نشغل النار هي اللحظة دي لاحظ ضربات بسيطة كده بابدأ افتح وامور الشمس هنا في السحابة من اعلى هي وشوف بقى ازاي هسحب السحابة دي وتتشعب وتترابط مع السحب الاخرى هنقرب الكاميرا وهنشوف الكلام ده وهنبطق السرعة كل الحاجات دي حالا ركزوا معايا لاحظ لاحظ مسكة الفرشة ازاي لاحظي حركة الفرشة ازاي مسكة الفرشة وحركة الفرشة وتقليبة الفرشة بايدك كده دي خبرة وبتيجي بالممارسة لاحظ كده بقى قربتلك الكاميرا خالص اوه رحنا على مسافة قريبة من السحاب شوف يا دوبك بس هو ايه اللي بيحصل انت بتحرك الفرشة بنجر الفرشة كده بنجر الفرشة كده بنمشيها كده يولوبك تلامس قطعة القماش فبتبدأ تديك قطعة السحابة الجميلة المنورة دي اهه شوف السحب ازاي بتتربط مع بعضها وتتشابك وتديك شكل واقعي جدا للسماء هو ده الجديد في طريقة رسم السحاب اليوم اتمنى يا رب انه كنتوا تجربوا ده ويكون الفكرة هنا عجبكم شوف بنور في السحاب ازاي وكل قطع السحاب متربطة وشكلها جميل جدا وشكلها رائع بنبدأ ناخد بقى ازاي نتعلم هنا في اللحظة دي وقربتلك البلتة اللي بخلط عليها الالون اوه ده لون الجبل الجبل هنا بعيدة جدا فخدت حبة موف وسنة ازرق وحبة اسود يعني نقطة اسود بسيطة وقلبت كويس وبعد كده اعمل ايه اخد من اللون الغامق ده حاجة كمية بعيد كده زي ما تشوف دلوقت شوف هاخد من ده شوية اوه خدت خدت شوية الواحد اوه وابدأ ازود عليهم ابيض يبقى عندي الغامق والفاتح من نفس اللون اتعلم было لحظة الد spare お願いします انك لما تجاهز получ 추천ة اوه اللي انا هشتغل بها ايه الجبال درجة كده تحس انها زي اللون الفيراني كده اهو مليت بها الجبل بهذا الشكل وهملة بها اجزاء من الحجارة والصخور الموجودة زي ما حالاكم شايفين اهو يبقى تمشي خطو خطو بعد كده تبدأ تزود الابيض ونبدأ نفتح ونرمي اضاءة على هذا الجبل لاحظ كده فرشة الم مسطحة 6 ملي بنخطط بها خطوط خفيفة كده في عمق الجبل بتديك اضاءة وتكسيم للجبل الموضوع سهل جدا وبسيط بدون تحقيق خالص يعني احنا بنحاول بفضل الله تعالى ان نقدم حضراتكم الطريقة بشكل بسيط يعني وانا مصر طبعا ان اشرح كل جزئية لان ده فيه ناس بتطلبه فيه ناس بتبقى محتجاله فانا ان شاء الله زي ما بقوله حريطك كده تمشي خطوة خطوة واحدة واحدة وطبعا الفرش هنا بتدمج اللون الفاتح مع اللون الغامق فبيديك كده ضوء خفيف وتكسيم خفيف لان الجبل ده على بعد وعلى مسافة بغيرة جدا بدأت تزود ابيضة اوه في هذه المنطقة او في الجبل يعني بدك كده لساعات ابيض خفيفة او في مناطق منورة كده في الجبل بعيد يعني صعب ان احنا نميزها يعني ويبدأ اخد اكبر حجر عندي والحجر ده بصراحة قطعة الحجر دي او الصخر دي هي عطية لمسة جمالية في المنظر او شوف انت حجم الحجر هنا مع ان دي قطعة حجر الا انها تبدو يبدو حجمها اكبر من الجبل نفسه ليه لان هنا قطعة الحجر قريبة من الشاطئ اما الجبل بعيد فطبعا بأكد على ان عينك تكون شايفة وعندك حس فني بالبعد والمسافة يعني الابعاد دي والاحجام مهمة جدا جدا ان حضرتك تركز فيها تعالوا بقى اللون البحر كل الحجارة وكده دي دي لون مبدئي لسه هنرجع له تاني لكن البحر بقى شوف مياه البحر خدت الازرق هيكون كتير والبنفسجي او الموف قليل خدت درجة اهيه ازرق مضاف عليه قليل من البنفسجي تعالوا شوف بقى بخطوط افقية مسكة الفرشة هنا تفرق معاك كتير او شوف ازاي بتملأ وانت بتحافظ على التخطيط يعني احنا بنملأ وفي الوقت نفسه بنحافظ على التخطيط هي كمة العبقرية هلا با او المهارة والممارسة وقطر الشغل بيظهر هنا في الحتة دي انك انت ازاي تملأ اهو وفي نفس الوقت بتحافظ على التخطيط بنات تزود الابيض وادمج شوف الالوان سهل دمجها جدا وطبعا اللون الابيض هنا هو دهان الحوائط اللامع المائي تمام كل الالوان دي الوان مائية من حيث المبدأ والابيض هنا اللي هو دهان الحوائط اللي هو المائي اللامع تمام بدأت اضيف سنة اسود شوفت شعرة الاسود عملت ايه هنا في لونه الماء القريب عطت الظل كده وارضية كده في المياه وبدأ ازود الابيض شوف لما الفرشة تاخد ابيض وتجي في المنطقة اللي هي القريبة شوف حركة المياه انت بتتحكم في حركة واتجاه المياه واتجاه الموجة واندفاع المياه من خلال اتجاه الفرشة نفسه شوفت التأثيرات اللي بتبدأ تظهر هنا ايه هكذا كل دي منطقة المياه لاحظ بقى عندنا هنا كام درجة لون في المياه او مياه البح من هناك من عند خط القفق لحده بتوصل عند الشاطئ هنا في تدرجه هو هو ده التدرج اللي احنا بنتكلم عنه وببدأ اكشف كده بوش الفرشة اللون الازرق الغامل الانك ده بتديره تكشيفه خفيفة كده بكشفه خفيف خطوط خفيفة مع حفاظك على عملية الدمج يعني لازم ما يكونش فيه اه الوان او خطوط بارزة لوحدها كده او منفصلة عن اللوحة فالميا اللونها بيختلف من مكان لاخر لاحظ انت الكلام ده انا بحاول احافظ عليه بلاقي تضيف اسود هنا على شعر اسود خفيفة كليل من الاسود يعني على اللون وببدأ قدي به تأثيرات حركة المياه هنا واندفاع المياه لاحظ المنطقة دي هي منطقة التقاء المياه بالشاطئ لذلك انا جيبت اللون الاصفر الجملي اهو ده اللون الاصفر الجملي اللي انا اشتغل به الرمال مساحة الشاطئ وابدأ فيه رسم الشاطئ هكذا وخلي بالك المنطقة اللي هيلتقي فيها اللون الاصفر الجملي مع اللون المياه بنعمل عملية دمج قوية جدا بحيث انك انت يعني تشعر وكأن فعلا المياه مختلطة مع لون الرمال هكذا اهو ايه بقى اللون اللي يربط اللونين مع بعض اللون الابيض الابيض هيربط اللونين اللي اتنين دول مع بعض اهو شوف لاحظ دخلت بالابيض اهو الابيض بقى هيبدأ يربط لك ما بين لون المياه ولون الرمال وبتعمل مازج كده هكذا شوف ولاحظ ايضا حركة الفرشة هنا كلها افقية كلها خطوط قريبة من بعضها لاحظ كده شايف بتحصل بالطريقة دي على توزيع لضوء الشمس الواقع على الرمال في المنطقة دي اهو وبتحصل على دمج للونين لون المياه مع لون الرمال هكذا بدأت اجيب سنة اسود واغمق درجة اللون الاصفر الجملي اللي هو اللون الصخر ده علشان اجيب مجموعة الصخور اللي هي مرتفعة هناك او الصخرة الكبيرة المرتفعة دي ادى اللون بتاعها يبقى ببدأ الون الصخرة بهذا اللون وحالة الفرشة او حركة الفرشة اللي حضرتك شايفها دي ما هي الا عملية دمج للالوان اعطيت بعض الظلال اسفل الصخرة كده وبدأت اضيف الابيض وهجيب فرشة تاني اسيب الفرشة اللي عطيت بقى الابيض دي اجيب فرشة للدمج ادمج بيها اللون الابيض مع جسم الصخرة ايه شوف لاحظ باخد من الابيض كده وانزل بعد كده اجيب وده اللي هيحصل واتشوفوه هجيب فرشة اخرى واجيب لون جامع قوي عشان ادت اعمل بتباين زي بيبقى قريب من اللون الاسود كده تباين في الصخور دي او في الصخرة دي او الظلال قوية داخل الظلال في الاماكن العميقة في الصخرة لكن اهو هي الفرشة دي خلي بالك شوف ببدأ املأ الظلال من جات اليمين لان الضوء كله جاي من جات اليسار اهو وايضا هروح على الصخرة الكبيرة اللي على الشمال دي اوديها التباين بتاعها لاحظ السهولة في الشغل لاحظ السهولة في الرسم يخليك ويشجعك انك انت ما تتوقفش تكمل دي الصخور والحجارة هتاخد هتتلون لكن انا بديها الظلال بتاعتها الاول بعد كده ابدأ احط الضوء وادمج الضوء مع الظل لاحظ كده اهو بوزع كل الحجارة شوف بقى اللي انا قلتلك عليه اعمل تباين هنا تباين يعني ايه يعني ابدأ اد الظلال في الاماكن العميقة في الصخرة دي عشان تظهر او اظهر التفاصيل بتاعتها باللون الغامق ده ايه دي فرشة الام رفيعة خمسة ميلي وببدأ اهو ادي بها خطوط وظلال في الاماكن العميقة والتشككات اللي موجودة في الصخرة بهذا الشكل يبقى نوصل لان كل عنصر بيبقى فيه اكتر من مرحلة المراحل دي بقى المراحل دي لازم تكون موجودة في دماغك كرسام ودماغك كرسامة شوف بعمل دمجة وهو من خلال الفرشة دي للون الاصفر اللي هو اللون الصخرة ده مع الاسود والابيض هكذا عندما ننتهي من رسم الصخور ونرسم المركب الشرعية تجد اللوحة بصراحة روعة منظر بحري رائع كل عنصر فيه واخد حقه واخد درجات اللونية بتاعته بشكل جميل ورائع طبعا منطقة الظل في الصخرة دي في الاسفل اهي الصخور بقى بابدأ اكثر الظل ده بابدأ اكثره اهو يعني ايه اكثره يعني اخليه بابدأ الاسود ده بيبقى اللون كده غامق شوية ودمج بصباع ايدي كده باملأ كل الحجارة بهذا الشكل بحيث ان الظلال اللي وقع عليها يكون الظلال ضعيفة كده من اللون الاسود ده بيكون خفيف شوية بيشتقل اهو كده هكذا والواجه المعرض لضوء الشمس بيكون واخد لون فاتح قوي يعني قريب من اللون الابيض الحجارة دي من نفس لون الجبل اللي هو بعيد هناك خالص من نفس لون الجبل لكن طبعا لان الحجارة قريبة ومعرضة اول ضوء الشمس كده فالوضاعة تبقى عليها قوية شوف بزود الضوء اهو بزود الضوء من جهة اليسار من اعلى على كل حجر من الحجارة دي اهو شوف وشوف بقى الفرشة اللي انت شغال بيها كل مكان ليه فرشته كل عنصر انت شغال فيه تختار كده فرشة تحققلك نتيجة كويسة في وقت قليل وجهد قليل يعني هنا ننفعش اختار فرش كبيرة لان انا شغال في مساحة صغيرة فبحاول اشغال بفرشة تكون حجمها صغيرة علشان العنصر نفسه مساحته صغير صغيرة بس شغال في مساحات كبيرة استخدم فرش كبيرة لكن بس شغال في مساحات صغيرة وتفاصيل ودقيقة وكان ده استخدم فرش مناسبة يكون حجمها صغير شوي بنمر كده على كل الحجارة نديها الضوء بتاعها اكذا لاحظ كل حجر واخد الضوء من على الشمال من اعلى وفي نهاية اللوحة هتجد ان الحجارة دي برضو هنديها التباين من خلال الظل ان انا هديها الظل بتاعها تاني بس ظل ايه في اماكن قليلة يعني كده مش بشكل كسيف يعني عموما خليها نمشوا واحدة واحدة وكل حاجة تظهر امام حضراتكم بدأت اخف الظل اللي هو موجود اسفل الصخرة وبدأت ادي الضوء بتاعه اللي واقع على الحجارة اهو علشان بس كل حاجة تكون واخدت الطبيعة بتاعتها والتدرج اللوني بتاعها بشكل اساسي يعني بالفرشة هنا وببدأ احط اضاءة كده تقدر تقول ضوء واقع على الرمال او تقدر تقول رغوة من اندفاع المية مع الشاطئ زي ما عينك تشوفها اهو دي كده اندفاع للمياه فبيعط الرغوة البيضة دي شغال بايه شغال بفرشة اربعة ملي فرشة مسطحة اربعة ملي صغيرة عشان تديني التأثيرات دي هكذا وبنفس الفرشة باللون الاسود الغامق ده مع سنة اسفر بسيطة برسم شجرة او شجرتين في قلب الصخور والحجارة دي على الشاطئ بالشكل السهل البسيط ده لكن تحافظ على ان الشجرة بكون تخيلة من اسفل والفروح نهايتها بكون رفيع ما زلت بأكل على اندفاع المياه هنا اعلى الرمال فيه مياه فوق سطح الرملة بكون واحدة اللون ده شوف الخطوط خطوط افقية متقربة تخلت بدرجة غامقة وبعد كده ادخل بدرجة افتح شوية هو ده هو ده شغل الرسم يعني انك انت يكون عندك الحس ازاي توزع ضوضل لو نجحت وحضرتك نجحت في توزيعك للضوضل بشكل جيد خلاص شكرا بالشكل لا تقدروا ترسموا اي لوحة بالفرشة الالم لكن مش الاربعة ميلي بقى دي فرشة اكبر شوية ستة ميلي بدأت املأ الشراع بتاع المركب باللون ابيض ابيض صريح اهو لكن شوف السحاب وجمال السحاب والسماء الجميلة الرائعة اتمنى يا رب ان كنتوا تنفزوا ده بعد ما باملى الشراع باللون الابيض كده الفرشة دي راحت فين خلي بالك خدت شعرة اسود مع الازرق خفيف قوي عطت لك درجة رصاصة كده بسيطة اهو بعمل بها ايه بعمل بها الظلال بد الظل بقى شوف الظل اعلى الشراع كده على حفة الشراع كده في الظل لان الشراع ده من القماش فالهوا بينفخ في الشراع فبيبدأ يديك اماكن عميقة واماكن مرتفعة وفي هنا اتنين من جزئين من الشراع في الخلف هكذا بدأناهم بالدرجة الغمقى بنبدأ نفتح خفيف كده نفتح قليل كده اهو وقع عليهم ظل قوي وطبعا الاخشاب اللي هي بتبقى شايلة الشراع دي خشب اهي قطعة خشب كبيرة وخدت حرف كده والمركب نفسها من اسفل من على اليمين ظل ومن الامام في ضوء اهو نحية اليسار المركب اتجاهها واتجاه سير المركب اه تشعر وكأنها بتقترب من الشاطئ هكذا بكل بساطة طبعا انا مقرب الكاميرا هنا لشان التفاصيل البسيطة لكن المركب الشرعية دي بعيدة وببدأ احط كده اعلى موجة البحر بعض اللمسات باللون الابيض بتشكل الامواج انت براحتك ممكن بقى اجيب فرشاة مروحة والفرشاة المروحة هنا بتسهل عليها كتير قوي رسم اندفاع المياه وطرطم المياه مع بعضها اصدام المياه مع بعضها وتشكيل المياه البحر بس ايه خلي بالك خلي بالك الفرشاة هنا بعد ما حطناها في الابيض ضغطنا عليها كده خالص فضنا اللون الابيض منها كتير يدوبك كده ان هي بتلمس اللوحة بتديك خطوط خفيفة كده خلي بالك لان دي مرحلة صعبة ممكن تبوز منك الشغل اللي انت عملته لازم تكون ايدك يعني ايه خفيفة قوي الفرشة طايرة شايف شايف الرغوة اللي على سطح الرمال وبدأ اشكل كده وبدأ الضغط بتاع الحجرة بالله الحجرة تظهر ايه والحجر الكبير اللي عندنا ده اللي هو في المقدمة وبدأ يظهر لك الجبل بقى ايه بعيد واخد لون كده زي شبورة كده لون باهد بعيد هنبدأ نجيب اللون الاخضر واللون الاسود واللون الاصفر ونلون الشجرة بتاعتنا او الاشجار بتاعتنا بنفس الفرشة المروحة بعد ما غسلناها من لون الابيض بطريقة بسيطة جدا شباب وفتيات متابعين ومتابعات القناة شكرا جزيلا لحضراتكم على الدعم المستمر واقوفكم بجوار القناة واقوفكم خلف القناة شكرا جزيلا لكل من يمد لنا يد الدعم والدعاء طبعا انا بقرأ كل التعليقات واذا ما طلتش ارد عليها فانا بحط لايك وقلب علشان الجميع يعلم ان انا قرأت التعليق لما بيكون في اسئلة برد عليها شكرا لتجاوبكم معنا شكرا لدعمكم اتمنى يا رب انك تخرج الان اضع لايك اسفل الفيديو لو حضرتك وصلت معي للمرحلة دي ما تبخلش علينا باللايك بنتعب كتير علشان نقدر نقدم لحضراتكم في كل فيديو حاجة جديدة طبعا هنا بنحط الضوء باللون الاصفل الكناري بضيفه على اللون الزيتي فببدأ احط اماكن الضوء في الشجر اوراق الشجر زي ما حضرتكم هتشوفه حالا اهو اروح بالفرشة كده نفس الفرشة المرواحة هي دي ايوه اروح يا فنان هكذا اهو زي ما قلت لحضرتكم اتمنى انا حضرتكم الان ما تخرجوش من الفيديو لما تضعوا لايك اسفل الفيديو دي عملنا وتعليق حلو منكم وانتظركم في التعليقات وقولولي رأيكم واتمنى يا رب ان الجميع ينفذ ده واتمنى ايضا ان اكون قدر تقدم لحضراتكم اليوم معلومة مفيدة ومنظر طبيعي رائع اتعلمنا ازاي نرسم السماء والسحاب ازاي نرسم الحجارة ازاي نرسم الجبل البعيد ازاي نرسم الشاطئ والتحام المياه مياه البحر بالرمال ما تنسوش طبعا شاشة النهاية انتبهوا لشاشة النهاية هتظهر امام حضراتكم حالا اه وزي ما قلت لكم لايك اسفل الفيديو اللايك بيفرب معانا كتير اشوفكم على خير فيديو جديد اخوكم محمد عبدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة